أيضا معه هيلعب فيه بطولة الدوري طبعا وبالتالي بنتكلم على أربع خمسة أيام تقريبا قبل ما كل فريق يستعد ليه مباراته الأفريقية وبالتالي ما كانش أبدا لها داعي نحن نحط مطشين في النص أنا بتكلم على الأهلي وبتكلم على الزمالك إن إحنا يعني ما ينفعش نحن نحط مطشين ما بين مباراة قوية للأهلي والمقاولون والأهلي والنجم وعايزين نحط فريق قوي حق أفوز النهاردة ضد أفسي مصر مباراة ما أعتقدش أنها هتعود أبدا بمرضود جيد لا على الأهلي ولا على أمبي ولا على الكورة المصرية هيكون فيه إصابات هيكون فيه ضغط مطشات هيكون فيه شكوى من اللعيبة ومن المدربين وما بين أن كل واحد مش عارف ياخد حقه كويس في الراحة ولا حد عارف يركز في المطشات ده يركز في مطش المقاولين ولا يركز في مطش أمبي ولا يركز في مطش النجم ثلاث مطشات في خمسة أيام أعتقد أن الموضوع كان صعب جدا أيوة خمسة أيام الحد وكان مطش الأهلي وإمبي كان هيبقى يوم الأربع وبعديها جمعة وسبت بنتكلم في حد اثنين تلات أربع خميس جمعة ست أيام هنحطه فيهم ثلاث مطشات صعبين جدا أيام كان لو مطش حتى الأهلي هيبقى يوم الحد لو زودنا كمان يوم السبت بنتكلم على أسبوع سبعة أيام فيهم ثلاث مطشات يومين راحة ما بين كل مطش أعتقد أن الموضوع هيكون صعب جدا جدا علشان كده اتحاد الكورة ولجنة المسابقات تركعت على طول في القرار اللي أخدته أن مطشين الأهلي وإمبي والزمالك والمصري ياخدوا مكان وسط الجدول ما بين مباراة محلية ومباراة أفريقية قرية وده اللي كان خلاص نزل رسمي على الموقع الرسمي لاتحاد الكورة وهيبقى المطشين أو معاد المطشين هيكون لأجل غير مسمى هيكون فيه تنصيق وتحديد لاحقا إن شاء الله علشان يتم تسكين مباراة الأهلي وإمبي ومباراة الزمالك والمصري بعد انتهاء أعتقد يعني مباراة السوفر على الأقل علشان نعرف كده المطشين دول هيكونوا موجودين يوم إيه يعني زي ما حضركم عارفين كمان إن فيه تزامن للقرار مع الخطاب الوارد مع هيئة السادة القاهرة بيطلب فيها تأجيل مباراة الأهلي مع إمبي لما بعد يوم 25 يناير علشان عنده فترة ملتزم بيها من 21 حتى 25 يناير وإدارة المسابقات قامت بمراجعة مواقف كل الأندية المصرية المشاركة في بطولات خارجية على ضوء التعديلات التي أجراها مؤخرا الاتحاد حيث تطمئنت لمواقف بيراميدز متصدر مجموعة الفيل كونفدرولية كما أن قرعة البطولة العربية أوقعت نادي الإسماعيلي والاتحاد السكنداري مع بعضهم ده معناه أن كل نادي مصري أو في نادي مصري على الأقل هيصعد إن شاء الله إلى الضور التالي وده تعليقي والجزء المفسر السريع عن قرار تأجيل مباراة الأهلي وإنبي والزمالك والمصري ميستر ريني فايلر بيعلن قائمة النادي الأهلي لمواجهة المأولين العرب ميستر ريني فايلر المدير الفني للنادي الأهلي أعلن عن قائمة الفريق اللي بيستعد بيها نادي المأولين أو بيستعد بيها النادي الأهلي لمباراة نادي المأولين العرب وإلا هتقام على أستاذ السلام في السابعة والنصف إن شاء الله بكرة يوم الحد وده في منافسات الأسبوع الـ 14 من بطولة الدوري الممتاز كل توفيق للنادي الأهلي نقول لحضراتكم القائمة علشان اللي معرف هاش يعرف حراسة المارمى محمد الشناوي علي لطفي مصطفى شبير خط الدفاع محمود متولي رامي ربيعة ياسر إبراهيم أيمن أشرف علي معلول محمود وحيد وأحمد فتحي ومحمد هاني خط الوسط عمر السلية محمد مجدي أفشا أليو ديانج وليد سليمان أحمد الشيخ جيرالدو حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا أم خط الهجوم جونيور عجيي ومروان محسن ده بالنسبة لي القائمة الخاصة بالنادي الأهلي لمواجهة نادي المقاولين العرب بكرة إن شاء الله ساعة سبعة ونص على ملعب السلام في الأسبوع الاربعتاشر من بطولة الدوري الممتاز مباراة تكون قوية وصعبة على الفريقين الأهلي اختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة المقاولون غدا نادي الأهلي زي ما حضراتكم معرفين خاط تدريباته في الساعة رابعة بعد عصر اليوم السبت وده في ختام استعداده لمباراة المقاولون العرب واللي بيستعد بها علشان يدخل في معسكر مغلق عقب المرام أكيد حضراتكم معرفين أن بعد كل مباراة أو قبل كل مباراة عفوا نادي الأهلي بيكون في معسكر مغلق بيجمع فيه لعبته بيزود فيها تركيزه علشان يستعد لمباراة سواء في الدوري أو في بطولة أفريقيا ترجمة نانسي قنقر أعين نزل